الدعاء النبوي الذي تفتح له أو تفتح به أبواب الجنة الثمانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضى فيسبغ الوضوء أي يكمله على الوجه الذي يرضى الله تعالى عنه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهنا التوحيد وأن محمد عبده ورسوله وهذه الشهادة كلنا نقولها لكن يتفاوت الأمر بين فلان وفلان هو فيما يقوم في قلبه من تحقيق الإخلاص ومعنى هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله كل يتوضى على وجه تام من كامل ثم يقول هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها الله أكبر ما أعظم كرم الله عز وجل وإحسانه ولطفه وإنعامه وجزيل عطائه لمن صدق في الإقبال عليه أبواب الجنة الثمانية تفتح بماذا؟ بوضوء مسبغ وإخلاص في ذكره ودعائه و التبتل إليه جل في علاه كما أمر بذلك وتبتل إليه تبتيلا يقول الله تعالى لرسوله وتبتل إليه تبتيلا أي أخلص في مسألتك لله عز وجل و دعائك